قلنا أن إبراهيم عليه السلام له فرعين الفرع الأول إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب ويعقوب منه هو إسرائيل بنو إسرائيل يوسف وبعد هذا الأنبياء موسى وهارون وداود وسليمان فهمت هؤلاء وعيسى عليه السلام هؤلاء كلهم من هذا الفرع فهمتنا فعندما تركوا النبوة والرسالة وما قاموا بالنبوة والرسالة وقتلوا الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وكذبوهم انتقلت النبوة إلى الفرع الثاني إسماعيل ومنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهمتنا فهل هؤلاء يبراهيم وثالحين من الزاعة للتولى يعقب على الجميع فهمتنا إسخاق في إسحاق lightning من الزاعة والسلام يغلق هنا يابسها إسخاق fearful من الزاعة يكوب يعقب على الإسرائيل والإسراهلي بالنبوة والإسرائيل الفرع الأنبياء يوسف موس وحر p عرض معا الشهرية منстановل المventhrio خطirez وح Cruise من المكسف في تدرجة وحاء الله بسيطة سيطة مع الممعينة يجب أن نعرى بطاكسة ويجب أن أضع إصمه حيث سيطة الإسمايلي كانت بطاكسة محمد صلى الله عليه وسلم من يجب أن يتكلم